عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباحة رئيس مجلس الوزراء استمع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسر حمود الصباح حول آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا كوفيد-19 عالميا وبالتفاصيل المتعلقة بالوضع الصحي في البلاد حتى تاريخه ثم أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح المجلس علما بقيام رجال الداخلية بضبط 270 كيلو من مادة الشبو المخدرة في ميناء الاشويخ وإحباط دخولها إلى البلاد وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك وتعتبر عملية التهريب الأكبر في تاريخ دولة الكويت وقد أثنى مجلس الوزراء على الجهود المميزة والمخلصة التي يبذلها كافة العاملون في وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك الذين ساهموا في ضبط هذه العملية بما يعكس إحساسهم بالمسؤولية ويؤكد أنهم دوما العين الساهرة على أمن المواطنين وسلامتهم وكلف مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزير المالية لمكافأة من قاموا على ضبط وأحباط عملية التهريب نظر ما قاموا به من جهد وإخلاص وتفان بالعمل ثم أحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير الربع السنوي المقدم من الإدارة المركزية للإحصاء بشأن إحصاءات العمل وفقاً للحالة في 30 يونيو 2020 من واقع البيانات الخاصة بإعداد العمالة حسب الجنسية والنوع ومجموعات الدول والمستوى التعليمي وحسب قطاع العمل كما تدرس مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة بشأن تقرير قوة الإطفاء العام بشأن المخالفات التي تتعارض مع السلامة الوقائية والاشتراطات البيئية والتي تشكل خطورة عالية على رجال الإطفاء ومرتادي المواقع التالية جنوب خطان، الإصلابية الصراعية، مواقع رمي وتجميع الإطارات المستعملة نكعة الشملان، سكراب النعايم وقرر مجلس الوزراء تكلف قوة الإطفاء العام بالتنسيق مع كل من وزارة الداخلية، وزارة الكهرباء والماء، بلدية القويت، الهيئة العامة للبيئة لسرعة اتخاذ الإجراءات الفورية لإزالة كافة المخالفات واتخاذ أشد التدابير القانونية الرادعة بحق المخالفين وفقا للنصوص النافذة بهذا الشأن وعلى وجه الخصوص، تلك المنصوص عليها في كل من القانون والقانون الرقم 13 لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام والقانون الرقم 42 لسنة 2014 في شأن حماية البيئة والقانون الرقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت وغيرها من النصوص ذات الصلة وموافاة مجلس الوزراء بتقرير حول كل ما تم بهذا الشأن وذلك خلال شهر من تاريخه ثم أحيط مجلس الوزراء علما بتقصية اللجنة بشأن تقرير الهيئة العامة للبيئة بشأن الإجراءات المتخذة لحل مشكلة تجمع المياه في مدينة صباح الأحمد السكنية وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للبيئة باستكمال متابعة الإجراءات التنفيذية التي تتولاها الجهات التالية وزارة الأشغال العامة، وزارة الكهرباء والماء، بلدية الكويت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الهيئة العامة للطرق والنقل البري، المؤسسة العامة للرعاية السكنية وذلك بما يضمن سرعة الانتهاء من المشكلة على الوجه المطلوب كما أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية اللجنة التعليمية والصحية والشباب بشأن التقرير السنوي الأول للديوان الوطني لحقوق الإنسان 2019 وقد أثنى مجلس الوزراء على الجهود التي بذلها الديوان بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة للتعزيز دور دولة الكويت في حماية الحقوق والحريات وصون الكرامة الإنسانية كما حث الديوان الوطني لحقوق الإنسان على متابعة التنسيق والتعاون مع كافة الجهات الحكومية لتحقيق النتائج المرجوة من أعماله وموافاة مجلس الوزراء بما يراه من مستجدات حول سير العمل والمعاوقات التي قد تواجهه بهذا الشأن كما أحيط المجلس علما بتوصية اللجنة بشأن تقرير لجنة التنمية البشرية والعمرانية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في شأن تفعيل استراتيجية الرعاية الصحية وقرر مجلس الوزراء إحالة الدراسة المرفقة به لوزارة الصحة لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأن الأخر بما تضمنتها من مرئيات ومقترحات ثم أحيط المجلس علما بتوصية اللجنة بشأن محاضر الاجتماع لفريق استراتيجية التعليم وتقرير الفريق بشأن المنظومة التعليمية التعليم النظامي الحكومي المتضمن المرئيات حول مدى جهزية الاستعداد للعام الدراسي 2020-2021 وكذلك المقترح بتشكيل لجنة عليا للتعليم تتولى على وجه الخصوص متابعة شؤون التعليم أثناء فترة جائحة كورونا وذلك إلى حين تشكيل المجلس الأعلى للتعليم مستقبلا وقد أثنى مجلس الوزراء على الجهود التي بذلها الفريق في إنجاز المهام المنوطة به وما خلص إليه من مرئيات ذات صلة بتطوير المنظومة التعليمية بدولة الكويت وقرر مجلس الوزراء إحالة تقرير الفريق إلى وزارة التربية لاتخاذ ما تره مناسبا فيما تضمنه من مرئيات وتوصيات ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن خالص التهاني والتبركات للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبة السيدة كامالا هاريس بمناسبة الفوز في الانتخابات الأمريكية